سبع الخير جميعا معكم رياض واليوم السادس عشر من شهر مايو شهر الخامس لسنة الالفين اتناعش طبعا نشكركم لحضوركم واليوم طبعا رح نتابع التحليل اليوم من العملات الرئيسية اليوم طبعا من اهم الايام مثل ما اكيد كل المتعاملين ملاحظين انه هناك انخفاض كبير بالاسواق وحركة كبيرة فبالتالي اليوم رح نحلل العملات الرئيسية وايضا ممكن نحلل بعض المعادن والسلع او بعض العملات الاخرى بداية طبعا خلونا نطلع على جدول البيانات الاقتصادية ونشوف ما هي الاخبار الموجودة اليوم وما هي الاخبار المهمة بعد تقريبا عشرين دقيقة على ساعة 11.5 بتوقيت قبرص في انها كليمنت كاونت شينج او البطالة الشهرية على الاقتصاد البريطاني الخبر طبعا القراءة السابقة كانت 3.6600 وظيفة والمتوقع 4900 وظيفة طبعا كلما زاد الرقم كلما اعطى انه الوضع سيء للاقتصاد او مطالبات هي شبيهة بخبر يوم الخميس للبطالة الامريكية الذي يصدر طبعا يوم الخميس بعد هذا الخبر ايضا على ساعة 11.5 في انها معدل بطالة على الاقتصاد البريطاني القراءة السابقة كانت 8.3% ومتوقع ايضا 8.3% على الاقتصاد البريطاني ايضا هناك average earning index او معدل الدخل طبعا الخبر غير مهم لا نتوقع انه تأثير كبير والقراءة السابقة كانت 1.1% والمتوقع 1.1% من الاخبار المهمة على الاقتصاد السويسري اللي هو zero economic expectation او اخبار مؤشر الزيو الاقتصادي الخبر طبعا سيصدر على الساعة 12 بتوقيت قبرص اي على الساعة 9 بتوقيت جرينيتش القراءة السابقة كانت 2.1% ولا يوجد هناك توقعات ايضا على الساعة 12 على الاقتصاد الاوروبي هناك بعض الاخبار التي يعني مهمة ولكن ليست بشكل كبير اللي هي CPI او consumer price index اللي هو مؤشر اسعار المستهلكين طبعا هذا الخبر هو مؤشر للبطالة بيعطينا مؤشر عن وضع البطالة على CPI السنوي قانت القراءة 2.6% والمتوقع ايضا 2.6% والcore CPI او CPI المعدل القراءة السابقة كانت 1.6% ومتوقع 1.5% اي انخفاض التضخم طبعا حاليا في الاسواق الاوروبية لا نتوقع انه سينظر الى اخبار التضخم حتى لو ارتفع التضخم ليس هناك حاليا احتمالية لرفع فوائد السبب انه يحاول ابقاء الفوائد على اسعار منخفضة حتى يعززوا الاقتصاد ويساعدوا النمو الاقتصادي هناك ايضا trade balance على الساعة 9 او الميزان التجاري على الاقتصاد الاوروبي على الساعة 9 بتوقيت GMTI على الـ 12 بتوقيت قبروس القراءة السابقة 3.7% توقع 4.3% ايضا لا نتوقع انه تعطي اي تأثير كبير على الاسواق هناك على الساعة 9.5 بتوقيت Greenwich اي على الساعة 12.5% هناك محافظ او الجوفنر البنكي المركزي البريطاني King هناك خطبة وبالتأكيد طبعا ستعطي حركة في الاسواق وبنفس الوقت ايضا سيكون هناك تقرير التضخم البريطاني ايضا على الساعة 9.5 بتوقيت GMTI على الساعة 12.5 بتوقيت المحلي لقبروس بعدها طبعا على الاقتصاد الكندي على الساعة 3.5 اهم الاخوار اللي هو Building Permits او اذونات للدناء القراءة السابقة كانت 750 الف منزل والمتوقع 730 الف منزل فبالتالي ايضا ممكن ان تؤثر هاي طبعا من اهم الاخبار اللي موجودة على الاقتصاد الامريكي طبعا الاقتصاد الكندي عنده Manufacturing Production او Manufacturing Sales الانتاج الصناعي قراءة السابقة كانت بالناقص 0.3% ومتوقع 0.4% بالزائد طبعا هذا هو الخبر الوحيد على كندا والاخبار الامريكية مثل ما تكلمنا عنه Building Permits من اهم الاخبار Housing Start او المنازل الجديدة ايضا قد تقريبا مهم ولكن ليس بشكل كبير القراءة السابقة 650 الف منزل ومتوقع 690 الف منزل بزيادة بسيطة ايضا الانتاج الصناعي على الساعة 13 وربع اي على الساعة 4 وربع بتوقيت قبرص اللي هو الانتاج الصناعي القراءة السابقة كانت 0 والمتوقع فاصل 6 بالمية زيادة اخبار امريكا ايضا هناك اخبار المورجج اللي هي ايضا اخبار العقارية والمنازل طبعا هي تقريبا تعطي مؤشر عن وضع المورجج او القرود العقارية كما هناك دفعات عليها فبالتالي بتعطي مؤشر على الطلب على العقار والطلب على المنازل طبعا اخبار الاخرى المهمة على امريكا اليوم اللي هي crude oil inventories او مخزون النفط الامريكي كالعادي على الساعة 2 ونصف بتوقيت جرينيتش او على 5 ونصف بتوقيت المحلي القبرص المخزون في الاسبوع الماضي كان 3 مليون و700 الف برميل ومتوقع مليون و500 الف برميل بانخفاض كبير فبالتالي طبعا بالتأكيد سيؤثر على النفط ولكن طبعا من المجدير بالذكر انه اصلا النفط يتحرك وينخفض بسبب مشاكل الطباط والاقتصاد التي سنتكلم عنها بعد قليل فبالتالي لنا توقع يكون هناك تأثير كبير على الاسواق على الساعة 2 بتوقيت جرينيتش اي على الساعة 5 بتوقيت قبرص هناك رئيس البنك المركزي الاوروبي جراهي سيتكلم اليوم طبعا خلونا نشوف عن ماذا الخطبة ستكون يعني على ما يبدو ان الخطبة ستكون في فرانكفورت سيتكلم بخطبة بعنوان سياسة النقدية في الاوقات الصعبة للبنك المركز الاوروبي فبالتالي لا يبدو انها مهمة بشكل كبير ولكن في حال حدث هناك حديث مفاجئ او اي كلمة غريبة نوعا ما او جديدة بالتأكيد ستؤدي الى حركة في الاسواق نهاية على الساعة 6 بتوقيت جرينيتش اي على الساعة 9 بالليل هناك دقائق اجتماع لجنة سياسة الفدرالية النقدية للاقتصاد للبنك الفدرالي الامريكي طبعا هي اهم الاخبار اليوم اهي طبعا الدقائق الاجتماع تصدر تقريبا 8 مرات في السنة ففي معظم الاوقات يتكلموا عن وضع الاقتصادي والاهم عن اخبار الفوائد فبالتالي قد تعطي حركة كبيرة بالاسواق اليوم اذا كان هناك مثل ايضا مثل الوضع الاوروبي اذا هناك كلام مفاجئ او اي تصريحات غريبة اوكي خلونا طبعا ننتظر على الشارد طبعا قبل ما ننظر على الشارد خلونا شوي نتكلم عن الوضع الاقتصادي والحركة التي تحصل في الاسواق ولماذا تحصل هذه الحركة مثل ما الجميع عارفين ما زالت هناك مشاكل في الاقتصاد الاوروبي مشاكل الديون الاوروبية هناك مازال تعثر بالديون الاوروبية وبالذات باليونان احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو تتزايد تصريحات المسؤولين اليونانيين كمان تعطي مخاوف اكتر فبالتالي هناك تخوف من خروجهم من الاتحاد الاوروبي طبعا ليس حاليا في الشهر او الشهرين القادمين انما بعد الانتخابات قد يحصل هذا في بعد اربع وخمس اشهر المشكلة التي ممكن انه تحصل اللي هي الخروج المفاجئ قد يؤدي الى انخفاض اليورو على مستوى المتوسط ولكن شخصيا اتوقع على المستوى الطويل سيؤدي لانتعاش اليورو وخروج الدول الضعيفة من اليورو وبقاء الدول القوية ولكن المشكلة ايضا يجب متابعة الدول الاخرى مثل اسبانيا مثل ايطاليا الدول الكبيرة التي ايضا عندها تعثر مالي وقد تعطي مؤشرات سيئة على الاقتصاد من ناحية اخرى اليوم طبعا مثل ما تكلمنا المخزون الامريكي مفروض متابعته حتى تعطينا مؤشر على وضع النفط حاليا النفط يتداول عنده 92 دولار و65 سنت لكل برميل والاخبار الاخرى اللي موجودة بالسوق اللي هي نفسها اللي التي نسمعها كل يوم مشاكل طباطق الاقتصاد العالمي خاصة في دول الفار ايست او الشرق الادنى والاقتصاد الامريكي فطبعا نفس الاخبار موجودة ولكن الاخبار المهمة اللي هي انه مشاكل اليونان او خروج اليونان تتزايد ومشاكل الديون الاوروبية ايضا تتزايد خلونا ننظر الى العملات ونبتدأ بالتحليل الفني للعملات الرئاسية مثل ما انتم شايفين على تشارت اليومي منذ بداية الشهر في 1.5 حتى الان هناك انخفاضات متزايدة كانوا هناك فقط اغلاقين اعلى من السابق في يوم 7.5 وفي يوم 10.5 والسوق يكمل انخفاضه الى الاسفل متجها الى ادنى سعر من تاريخ 13.1 اللي هو منطقة 126.20 فطبعا مثل ما كنا نتكلم دائما هذا هو الهدف في حال كان هناك مراكز بيع على اليورو وهذه المنطقة التي قد نقوم بجني الارباح وهذه ايضا المنطقة التي يجب مراقبتها في حال ايضا كسرت سيتجه اليورو ايضا الى الاسفل بشكل مضطرد اكبر وقد يحصل انخفاضات كبيرة عليه في حال ارتفع اليورو الى الاعلى مثل ما انتوا شايفين الانخفاض المضطرد الذي حصل الى اليورو يعني لا يجد هناك لقات قوية جدا حتى نقوم بمتابعتها فبالتالي هناك نقطة واحدة على المستوى المتوسط اللي هي منطقة 128.10 اللي هي ادنى اسعار وصل اليها في قبل شهر 15.5 ومنها ارتفع قليلا الى 28.67 ومن ثم انخفض طبعا هي كانت البارحة قبل هاي النقطة هناك نقاط بسيطة على المستوى القصير نقطة 27.10 تقريبا او 15 بالفعل قام بكسرها قبل قليل فبالتالي اعطت فرصة جيدة للشراء ولكن مثل ما انتم شايفين هناك مستوى متوسط متحرك ل20 ساعة ايضا يتراوح عند اعلى اسعار لليوم اللي هي مناطق 127.37 او 36 تقريبا فبالتالي في حال ارتفع فوقها يعطي مؤشرات جيدة لصعود السوق الى الاعلى فخلونا نرقبه ونشوف ماذا سيحصل في حال اردنا البيع على مستوى القصير على المستوى اليومي قد تكون فرصة جيدة للبيع ولكن مثل ما انتم شايفين تشبع السوق بالبيع على تشارت الاربع ساعات وعلى تشارت اليومي بيعطينا مؤشر انه قد يرتفع اليورو سنت او سنتين الى الاعلى ومن ثم يكمل انخفاضه الى الاسفل ولكن مبديا خلونا نتابع هاي النقطة وهناك ايضا نقطة اخرى منطقة 27.70 اللي هي ايضا نقطة التي في تاريخ 15.5 توقف عندها وكسر بشكل كبير ولم يعاود لزيارة هاي النقطة فبالتالي نتوقع الرجوع اليها مرة اخرى ومن ثم اهم نقطة مثل ما كنا نتكلم 128.14 النقطة للبيع في حال وصل اليها اليورو الى الاعلى طبعا في حال انخفض اليورو عفوا في حال ارتفع اليورو وابتدأ صعوده فوق نقطة الـ 28.10 يعطينا مؤشر انه انخفاض الذي حصل بهذا الشكل سيبدأ حركة تصححية لهذا الانخفاض وبالتالي ممكن انه نبدأ ونستعمل مؤشرات فيبوناتش للحركات التصححية طبعا في حال ابتدأ وارتفع فوق مناطق الـ 28.10 خلونا نشوف الرقب ماذا سيحصل حاليا اليورو يتراوح عند اول نقطة مقاومة واول فرصة للبيع على المستوى القصير مع اوامر ايقاف بسيطة فوقها ومن ثم النقطة التي بعدها عند الـ 27.70 ومن ثم الـ 28.12 من الاسفل لا يوجد النقاط على المستوى القصير انما رح نضطر ننظر على المستوى المتوسط والطويل واول نقاط اللي هي منطقة الـ 126.20 وبعدها يعني كما انتم شايفين لا يوجد هناك نقاط كبيرة قد يكون الهدف التالي على المستوى الطويل مناطق الـ 21.5 ومن ثم مناطق الـ 18.5 في حال ثبت اليورو تحت مناطق الـ 26.4 وقام باغلاق لمدة يوم او اسبوع تحت هذه المنطقة يعطينا مؤشر بإكمال انخفاضه على المستوى الطويل مثل ما انتم شايفين بالقناة الجانبية بهذا الشكل هذه طبعا القناة اليورو على المستوى الطويل كنا نتوقع ارتفاعه فوق هاي النقاط اذا صعد فوق مناطق الـ 132.80 ولكن مثل ما لاحظنا لم يستطع السعود فوقها وبالتالي تدعى بنخفاض المطرد على المدى الطويل وحاليا اول نقطة مهمة 126.4 من الاسفل خلونا ننظر الى عملة اخرى لستليني مقابل الدولار استليني مقابل الدولار تقريبا شبيه باليورو انما هناك قوة اكتر بقليل كنا نتكلم عن اعلى اسعار في نهاية شهر 3 وبداية شهر 4 اللي هي مناطق الـ 165.40 وكنا نتكلم في حال عمل اغلاقات تحتها وكسرها راح يعطينا مؤشر بالانخفاض وبداية الحركة النزولية مثل ما انتوا شايفين طبعا بعد ما انخفضها للـ 165.50 ارتفع الـ 61.20 وقام بكسرها البارحة بالفعل وابتدأ النزول المضطرد والنزول الكبير طبعا وين نقاط الدعم على الاستليني تحت هاي النقطة راح نضطر نرجع الى السابق ونحاول انه نجد نقطة معينة فيه طبعا اعلى سعر لفترة 16 اربعة لانتوا شايفينوا بهذه النقطة التي قام بكسرها وحاول مرتين الوصول اليها وارتفع هاي اول نقطة حاليا موجودة منطقة الـ 159.10 او منطقة الـ 159 فتعتبر هاي اول نقاط دعم على الاستليني في حال كان عندنا مراكز بيع وفكرنا جاني الارباح ولكن النقاط الاهم تبقى ادنى اسعار التي وصل اليها في السابق والتي صعد منها مناطق الـ 158 اللي هي اهم نقاط على المستوى المتوسط في حال كسرت سينخفض الاستليني الى الـ 156 والتانية في حال كسرت سيبتدأ الضعف الكبير مثل ما نراحض باليورو وقد ينخفض الى مناطق الـ 52 طبعا هذا على نتكلم على المستوى الطويل حاليا خلونا بس نراقب اول نقاط نجدها اللي هي مناطق الـ 159 او الـ 59 ونقاط الاهداف تبعتنا اللي هي مناطق الـ 158 او حتى ممكن قبل بغليل 58 يعني مثل ما ملاحظين هناك العديد من المقاط فبالتالي يجب نكون حذرين ونلاحظ وين ممكن ان نقوم بجني الارباح من الاعلى طبعا الاسترليني اهم نقاط التي كسر منها مناطق الـ 165 او الـ 165 تبعد حاليا تقريبا 80 نقطة عن السعر الحالي ففي حال صعدة الاسترليني الى الاعلى قد تكون فرص جيدة للدخول بالبيع على الاسترليني ابتداء من مناطق هناك نقطة بسيطة مثل ما انتم شايفين على مناطق الـ 1610 ولكن ليست من نقطة المهمة فبالتالي افضل نقاط تبقى عند مناطق الـ 165 في حال صعدة عليها وعمل حركة صحية للأعلى ممكن استعمالها النقطة للدخول على السوق تقريبا مثل ما انتم شايفين هي عبارة عن 61% من اعلى سعر الـ 161 و21 وممكن ايضا استعمالها من اعلى سعر من تقريبا 6 ايام وتقع ايضا تقريبا عند مناطق الـ 50% فبالتالي مناطق الـ 165 او 160.40 تعتبر مناطق جيدة لعرف اتجاه السوق دخول عليها بالبيع او في حال كسرها وصعدة فوقها لابتداء بالشراء خلينا ننظر الى الدولار مقابل للسويسري مثل ما انتم شايفين كنا نتكلم عن نقاط الـ 93-30 لاحظنا انه الزوج كسرها وعندما كنا نقوم بالويبنار البارحة كان يحاول معاودة كسرها من الاسفر ولكن لم يستطع كسرها كانت فرصة جيدة للشراء مع عوامل رقاف بسيطة الى الاسفل مناطق الـ 94 والـ 94-10 ايضا قام بكسرها وصعد الى اعلى سعر الى مناطق الـ 94-70 او 94-69 حاليا ممكن يقوم بحركة بسيطة تصحيحة الى الاسفل لتخفيف من حد الشراء قد تصل عند مناطق الـ 94 او الـ 94-10 التي تعطينا فرصة للشراء في حال طبعا كسر هاي النقطة النقطة الثانية ستكون نقاط 93-70 ومن ثم 93-30 فيفضل الانتظار للشراء على 93-70 مع وضع عوامل ايقاف تحت 93-30 حتى يعني لا نكون هناك يعني ضمن الحركة الصحية مثل ما انتم شايفين السعود الذي ابتدأ من اول الشهر سعود قوي وفي حال حصل حركة صحية تكون فرصة جيدة للدقل بالشراء الحركات التصحيحية بالسابقة التي كانت تحصل من بداية الأسبوع مثل ما لاحظنا يعني لا تتعدى تقريبا الـ 60 نقطة من 92-70 الى 91-91 يعني تقريبا 80 نقطة كانت هاي الحركة التصحيحية هاي الحركة التصحيحية كانت 60 نقطة هاي الحركة التصحيحية ايضا لم تكن اكتر من 60 نقطة هاي الحركة التصحيحية اقل فبالتالي في حال انخفضة 90 نقطة اللي هي اكتر حركة تصحيحية من الـ 94-70 قد ينخفض الى 93-70 مثلا اللي هي النقطة هاي اللي انتو شايفينها التي قد تكون فرصة جيدة للشراء ايضا ممكن استعمال مؤشر فبناتشي للحركة التصحيحية في حال ابتدأ الانخفاض بذهاي المناطق الى الاسفل مناطق 38% تقعد 93 انا برأي ايضا هي مهمة نقاط مهمة في حال قررنا الشراء عند 93-60 او الشراء عند 93-30 اوامر الايقاف يفضل تكون تحت هاي النقطة طبعا هذا يعتبد على ادارتنا للمخاطر ويعتمد على هدفنا ويعتمد على كمية الخسارة التي نتوقعها وماذا نريد بالمقابل من الاعلى طبعا السويسري اذا نظرنا على التشارت اليومي من لاحظ انه لا يجد هناك نقاط على المدى المتوسط والطويل الا اعلى اسعار التي وصل اليها مناطق الـ 95-90 او الـ 95-70 اللي هي اعلى اسعار من تاريخ 17-1 الى 6-1 الى 17-1 تقريبا من سنة الـ 2012 فبالتالي تعتبر هاي النقاط الاهداف في حال فكرنا ان تقوم بعمليات شراء عند هاي المناطق خلنا ننظر الى الدولار مقابل ين دولار مقابل ين كنا نتكلم البارحة عن مناطق الـ 80-40 والـ 80-60 كنا نتحدث انه هاي النقاط تعتبر اهم نقاط لإيقاف السوق فحاليا يحاول عليها لين بالتأكيد سيقوم بالتحرك مع باقي العملات بقوة للدولار فبالتالي قد يقوم باختراق هاي النقاط وكسرها وإكمال صعوده الى الاعلى ليصل الى مناطق الـ 81-70 او الـ 81 ونصف هاي المناطق اللي هي اعلى اسعار اللي انتو شايفينها بهذا الشكل في حال لم يستطع اختراقها قد تكون فرص جيد للبيع الاهداف طبعا سنحاول الانتظار الى مناطق الـ 80-11 79-40 وعلى المستوى المتوسط مناطق الـ 78-30 اللي هي اعلى اسعار في بداية شهر واحد او منتصف شهر واحد في حال طبعا اكمل اتجاوب بهذا الشكل وحتى يكمل اتجاوب القناة النجلية اللي انتو شايفينها بهذا الشكل في حال صعدة فوق هاي النقاط سيبدأ بالتالي سعوده الى الاعلى بهذا الشكل او النقاط التي كنا نتكلم معنا مناطق الـ 81-70 او الـ 81-50 اللي هي اعلى اسعار في تقريبا نهاية شهر اربعة على المستوى القصير بالنسبة الى اليان هناك اول نقاط داعم تقريبا تقع عند مناطق الـ 180-10 180-15 تقريبا المناطق هاي اللي هي النقاط التي كسر منها قد يقوم بالانخفاض اليوم ثم معاوضة صعوده مرة اخرى لمحاولة كسر هاي المناطق او في حال انخفض تحتها بيعطينا مؤشر انه انتهى الصعود اليان وسيبتدى الانخفاض الى الاسفل وبالتالي سنحاول مراقبة النقاط الاخرى فبالتالي في حال كسر مناطق الـ 80-12 وكان عنا مراكز بيع بالتالي ممكن استعمال التريلينج ستوبس او الاوامر الايقاف المعد التي تعدل بتلقاء نفسها وانتظار الهدف تبعا اللي هو 79-40 في حال اخترقها منذ ما تكلمنا سيرتفع الى مناطق الـ 81-70 او الـ 81-40 50 اللي هي المناطق تقريبا اعلى اسعار من نهاية شهر اربعة خلونا طبعا حللنا العملات الرئيسية الاربعة خلونا ننظر الى عملة اخرى دولار مقابل كندي هناك مطلوب تحليل لهذه العملة بداية طبعا خلونا نطلع عليه على المدى الطويل المدى الطويل مثل ما انتم شايفين الترند مازال نجولي بهذا الشكل ولكن على المستوى نلاحظ انه قام بكسر مناطق الـ 150 اللي هي اعلى اسعار من بداية السنة تقريبا مثل ما انتم شايفين فتعتبر هاي المنطقة نقاط قوية وجيدة على المستوى المتوسط لمراقبتها على تشارت اليومي مثل ما انتم لاحظين بعد ما كسرها النقاط يبتدأ سعوده الى الاعلى بما انه لقينا نقطة دعم على المستوى الطويل خلونا ندور على نقطة مقاومة على المستوى الطويل بصراحة اول نقاط واضحة على تشارت اللي هي مناطق الـ 161 هاي المناطق او المية وواحد خمسين مية وواحد ستين تقريبا ومن ثم النقاط التي بعدها على المستوى الطويل اللي هي مناطق المية واثنين تلات وسبعين طبعا النقاط لا يوجد هناك فرق كبير بينها مع انه عم نبحث عن نقاط على المستوى الطويل فبالتالي ممكن استعمال هاي النقاط ايضا على المستوى القصير من الاسفل هناك نقطة قوية مثل ما انتم شايفينها ادنى سعر لتاريخ 11.5 مناطق الـ 99.54 فحاليا حددنا النقاط القوية على المستوى الطويل نقاط الدعم هي مناطق المية وخمسين ومناطق الـ 99.50 نقاط المقاومة تقع عندها مناطق المية وواحد خمسين ومية واثنين خمس وسبعين تقريبا خلونا نبحث عن نقاط على المستوى القصير على تشارت الـ 4 ساعات او حتى اقل من الـ 4 ساعات ايضا مثل ما انتم شايفين النقاط التي تكلمنا عنها نقاط واضحة ايضا على تشارت الـ 4 ساعات مناطق المية وخمسين قد تكون مية وستين اللي هي اعلى سعر من هاي المنطقة وبالتالي ممكن اخذ منطقة معينة لمراقبتها اللي هي بهذا الشكل وطبعا النقاط التي تليها التي تبتدأ من الصعود الى الاعلى قد تكون قوية قد لا تكون قوية ولكن يفضل الانتظار الى ادنى سعر من بداية الاسبوع اللي هي مناطق الـ 99.5 فبالتالي مثل ما انتم لاحظين نفس النقاط التي تكلمنا عنها على المدى الطويل وبالتالي هي تعتبر من النقاط الايضا قوية على المستوى القصير فممكن متابعتها اي حركة انخفاضية لمنطقة المية وخمسين قد تعطي فرص جيدة للشراء مع اوامر ايقاف قد تكون تحت نقاط الـ 99.80 مثلا او 85 في حال انخفض مرة اخرى الى هاي النقاط ممكن مراقبتها لمحاولة شراء مرة اخرى ولكن يفضل انه الانتظار اكتر لانه كسر هاي المناطق التي كان يتراوح عندها من بداية شهر اثنين والانخفاض تحتها مرة اخرى تعطينا مؤشر بعملية ايقاف يعني جني اوامر الايقاف وبالتالي قد يكون هناك انخفاض كبير بشكل عام فبالتالي اي اغلاقات تحت نقاط الـ 99.80 بالتأكيد ستكون نقاط سلبية لانخفاض الى الاسفل لكن انما مثل ما انتم شايفين الترند قوي صاعد الى الاعلى مثل باقي العملات قوة في الدولار بشكل عام وبالتالي مؤشرات قوية لإكمال اتجاه الى الاعلى خاصة طبعا بعد ما كسر اعلى اسعار من بداية شهر اثنين اي مؤشرات واضحة انه الصعود لن يكون صعود بسيط انما قد يكون صعود قوي ويصعد الى المناطق المية واثنين مية و مية وثلاثة او حتى يمكن الى نقاط العليا التي كان واصل اليها في السابق خلونا ايضا نحل العملة اخرى الذهب مثلا لانه الذهب طبعا هناك حركة قوية عليه وحركته مهمة كنا طبعا نتكلم بالسابق على المدى على تشارت الاسبوعي انه من فترة شهر خمسة وعشرين تسعة الفين وحداش عندما انخفض الذهب الى مناطق المية الالف وخمسمية واثنين وثلاثين ومرة اخرى في خمسة وعشرين اتناش عندما انخفض الى مناطق الالف وخمسمية واثنين وعشرين كنا نتكلم انه بعد ما كسر مناطق الستمية وخمستاش اللي هي كانت ادنى اسعار في السابق بعد ما كسر كنا نتكلم انه الاهداف بالتالي ستكون هاي الاسعار الدنيا مثل ما انتم لاحظين على تشارت الشهري رح نتطلع الارتفاع الذي كان يحصل من بداية سنة الالفين واربعة والفين وخمسة وتلك الفترة الحركات التصحيحية كان هناك حركتين قويتين اول واحدة عندما وصل الى الالف انخفض الى تقريبا مناطق الستمية كانت هاي في الالفين وثمانية في فترة الكرايسس او في فترة الانكماش العام او الكساد العالم الذي حصل في الالفين وثمانية والمر الاخرى كانت بشكل قوي جدا ومفاجئ عندما وصل الى تقريبا الالفين عندما كان عندها الف وتسعمية وعشرين خفض الى الف وخمسمية وثلاثين او او اتنين وثلاثين فبالتالي حاليا يحاول كسر نفس النقاط التي وصل اليها في السابق فبالتالي كسر تحت هاي النقاط بالتأكيد سيعطي مؤشر الى حركة لا اتوقع تكون تصحيحية انما انعكاس في الاتجاه العام بالاسواق فبالتالي ممكن مراقبة نقاط اخرى قد تكون مناطق الاربعمية وتلاتينات الاهداف التالية بعد مية نقطة قد تكون مناطق الالف وثلاثمية قد تكون مناطق الالفين الالف ومتين وثلاثين طبعا احنا عم نطلع حاليا على تشارت على المدى الطويل للسبب انه الدهب يحاول كسر نقاط قوية على المدى الطويل فبالتالي بنحاول ننظر على اهداف على المدى الطويل مع كل مثل ما انتم شايفين تشارت واضح اذا في حال انخفض تحت هاي النقاط وعمل اغلاقات على مدة شهر لانه نطلع على تشارت شهري في حال عمل اغلاقات تحتها بالتأكيد سيؤكد انخفاضه الى الاسفل وبالتالي رح نشوف الى اين ممكن سيتجه هل هي 1440 1300 1230 خلونا نراقب ونشوف رح نبقي هاي النقاط على التشارت للمرة المقبلة وللمستقبل حتى نشوف اذا كان تحليلنا قريب من الواقع ام لا على المدى الطويل طبعا حاليا خلونا ننظر على التشارت على المستوى الاقصر مثل منتو شايفين النقاط التي كنا نتكلم عنها واضحة اللي هي ادنى اسعار من تاريخ 25 او 26 29 و 29 12 حاليا يحاول الوصول اليها الخفاض ايضا ابتدأ من بداية الشهر عندما كان الدهب 1670 ومازال مثل منتو شايفين يتراوح ويتداول خارج مؤشر البولنجرباند يعني بمناطق التشبع بالبيع ومازال المتشبع بالبيع اتوقع نقاط ال 1530 قد تكون فرص جيدة للشراء وقطات مؤشرات جيدة للدخول على الاسواق يعني في حال لم يكن الفكرة صحيحة واكبر انخفاضه الى الاسفل على الاقل يعني حددنا خسائرنا وعرفنا وين نضع خسائرنا ولن تكون الخسائر بشكل كبير وبالمقابل جني الارباح سيكون بشكل كبير جدا ليصل مرة اخرى الى مناطق ال 1615 بالمنتصف هناك نقطة بسيطة اللي هي مناطق ال 1570 اللي هي النقاط التي وصل اليها في السابق وكسر منها فخلونا نضعها بخطوط بسيطة هاي المناطق او مناطق الثمانين يفضل انتظار الى هاي النقطة لانه على ما يبدو انها تبدو اقوى والنقاط التي تليها مناطق 1548 في حال صعدة فوق الخمسين وكان عندنا مراكز من هاي المناطق بالتأكيد سيعطينا راحة ويعطينا مؤشرات ايجابية حتى ننتظر كسر الذهب الى الاعلى وصعوده حتى نقوم بجن الارباح على المستوى المتوسط اخر عملة او اخر خلونا نحلل تشارت الاسهم والداو جونز ونطلع على الاسهم الامريكية بشكل عام ومن ثم النفط ومن ثم نبتدأ بالاسئلة اليوم طبعا فكرنا تحليل العديد من العملات السبب انه هناك حركة كبيرة بالاسواق طبعا مثل من انتم شايفين على تشارت الاسبوعي الداو جونز كسر من مناطق 12275 هل يترى هي ستكون الاهداف خلونا الراقب ونشوف على تشارت اليومي كنا اتكلم عن مناطق القديمة التي كسر منها مناطق 12650 لاحظنا انه بالفعل قام بكسر واكمل خفاضه الى الاسفل هناك نقطة قريبة عند مناطق الاربعمية وخمس وسبعين تعتبر اول نقاط دعم على الداو جونز واول نقاط مقاومة على الداو جونز تقع عند مناطق السبعمية اللي هي ادنى اسعار التي كسر منها وانخفض وابتدأ حركة نزول بالسابق بهذه المناطق مثل من انتم شايفين ومن ثم هناك مناطق قريبة اللي هي مناطق الستمية و 23 اللي هي ادنى اسعار كسر بالتالي ممكن نكون نقاط جيد للبيع على المستوى القصير في حال فكرنا البيع وفي حال فكرنا الشراء ممكن انتظار قليلا ليصل الى الهدف الى الاسفل مناطق الاربعمية وتمانين حتى القوة بالشراء بالنسبة للنفط خلونا ننظر الى تشارت النفط بشكل سريع بداية على المستوى الطويل كنا نتكلم في حال كسر ادنى اسعار لفترة 29 وخمسة واحد للاسبوعين هدولة كنا نتكلم في حال كسرها سينخفض الى مناطق الـ 92 اللي هي ايضا ادنى اسعار لمنتصف شهر 12 2011 حاليا على ما يبدو انه بالفعل قاب بكسرها وانخفض تحتها ايضا وصل في مراحل تشبع بالبيع عند خارج البولنجر ولكن ليس بالضرورة يعطي مؤشرات انه سيرتفع اعلى اسعار التي كسر بنا في السابق لهي المناطق مناطق التسعة وتبليل توقع انها تكون الهدف القادم وهي ايضا ادنى سعر لأسبوع اخر اسبوع من شهر 10 2011 فبالتالي يتوقع هذي تكون الهدف على المستوى المتوسط في حال اكمل انخفاض الى الاسفل خلونا ننظر على الشارت على شكل اقرب ونحاول ايجاد مناطق المقاومة من الاعلى بداية مثل ما انتو شايفين على الشارت نقاط واضحة مناطق ال94 ومن ثم مناطق ال95 ونصف اي تعتبر اهم نقاط على النفط في حال فكرنا البيع وايضا في حال فكرنا الشراء وإلى يعني الى وين قد يكون هناك جني الارباح خلونا طبعا نشوف هناك سؤال بالنسبة عن اليورو هناك سؤال في منتصف شهر مايو يكون اليورو دولار في ادنى مستوياته السعرية ثم يبدأ رحلة السعود حتى اواخر الشهر اليس كذلك طبعا هاي كانت المرحلة في السابق كانت صحيحة لكن بعد ما كسر مناطق المية وثلاثين لم تصبح صحيحة اذا كنت تذكر في السابق عندما وقت التحليل في الاشهر السابق كان اليورو في السابق يتراوح بين مناطق المية وثلاثين من الاسفل ومن الاعلى كنا نتكلم انه اخر الشهر دائما يكون عند اعلى اسعاره في منتصف شهر اثنين كان السعر عند ادنى اسعاره 129.70 نهاية شهر اثنين كان عند 134.80 منتصف شهر اربعة كان عند 130 تقريبا نهاية شهر 4 عند 132 80 ايضا 100 نقطة اقل من الاعلى سعر السابق ولكن بعد ما كسر هاي النقاط انتهت الفكرة هاي وبالتالي سننظر الى حركة جديدة او وضع او نمط جديد فبالتالي بعد انخفاض تحت هاي النقطة اعطتنا مؤشرات بالبيع على المستوى المتوسط وعطتنا مؤشرات انه انتهى النمط الذي كنا نلاحظه طبعا هذا النمط مثل انتم شايفين هو نمط اسمه المثلثات في بعض المثلثات بهذا الشكل لما تكون المثلث من الاعلى مايل الى الاسفل ومن الاسفل يكون مستوي يعطينا مؤشر ان القوة الشرائية اقوى من عفوا قوة البيع اقوى من قوة الشرائية بهذا الشكل السبب انه استطاعوا ان يقوموا بكسر السوق الى الاسفل من نقاط الدنيا من السابق فبالتالي احتمالية كسر القناة من الاسفل احتمالية اكبر فطبعا اتمنى تكون السؤال يعني اجابة واضحة طبعا رح نقوم بانهاء التحليل اليوم اتمنى انه تكونوا استفدتوا من تحليل يوم ويوم واتمنى تجارة موفقة للجميع اشتركوا في القناة